حدثت مثلاً عن موضوع سرقة القرن أستاذ هادي هذا الملف تعتقد أنه راح يحسن لو لا على الأقير اللي صار اليوم واللي صار بذيك الفترة هو مرحلة للتذويب وترحيل هذا الملف حدث نور زهير المحكمة التحقيق الفساد المركزية كانت خطوة رائعة عب أصداغ مذكرة تقبض على نور زهير ويخطوة بارتجاه الصحيح وهناك تفعيل ما هو كان بيدنا بالنهاية سيتم تفعيل العمل عن طريق الشرطة الدولية لإنتربول وإحنا العراق هو أحد أعضاء يعني اتفاقته ممتحدة لمكافحة الفساد ونضم لها وفق القانون خمسة وثلاثة لستة الفين وسبعة والفقرات الموجودة اللي هي مضم لها استرداد المتهمين وأنا حسب معلوماتي هناك عمل جاد جداً من قبل الوزارة الداخلية لاسترداد المتهم نور زهير وجماعة آخرين معه هذا السيناريو تشوفه ممكن أنه استرداد نور زهير نعم ممكن بعد اللي صار من الحديث عن جهات متورطة القضاء العراقي جاد في هذا الموضوع ووزارة الداخلية جاد لو إحنا هم جادين إحنا هم جاين تابع ففاتحنا جاد المختصة لتفعيل قضايا الاتفاقات الممتحدة مكافحة الفساد اللي انضم لها العراق وباقي الدول اللي انضمت لها بالتالي استرداد استرداد المتهم ما هو سبعيد عن وضوع القضاء بالنهاية القاضي ضياد جحفر قال الآن اللي أصدرت قرار اخراج نور زهير وخروج مكفل لكن بالنهاية للقوات الأمنية تابعت للحكومة تابعت ولا حتى الجهات المعنية الأخرى تابعت وغادر خارج العراق ونحن نرجع من البداية القاعد القابض اللي صدر والتنفيذ من قبل أعضاء ضبط القضاء وكذلك الشرطة الدولية انتربول وحسب معلوماتي جهاز المخابرات والأخراجات الدين وكذلك كانت هيئة النزاهة جادة في متابعة تفعيل ومتابعة مذكرة عن طريق الانتربول واتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد في استرداد المتهمين ملف نور زهير يشكل خطر على العملية السياسية؟ صلاحي هو ححد الملفات مثل ميناء الفاء وغير ححد الملفات ما عندنا ميناء الفاء؟ أغلب العقود ما صار عند مجال يعني الأخوان بلغوني موضوع عام عن مكافحة الفساد وموضوع عن سلم الرواتب فأكثر شيء اللي جبت عن موضوع عن سلم الرواتب راح نسؤل بي بصورة عامة كانت هناك بالفترة الماضية هكذا صفقات ولكن بالحقيقة يعني موضوع نور زهر اللي صار والإعلام اللي تركز عليها أنا أشوفها يعني خطوة بالاتجاه الصحية أنه بدل قضايا ما تكون سرية وتكتم عليها يطلع عليها الشعب العراقي يطلع على نموذج من من عصابات الجريمة المنظمة اللي كانت تستوليسها مثلا هذه الفترة كان طبعا أكيد كثير من 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 المنظمة الضريبية القموليقية السرقت ولكن بعد الحدث اللي حدثت صار تدقيق صار ضبط صار متابعة كبيرة جدا